بنت جبيل وتعرف على أنها عاصمة المقاومة والتحرير في هذه الطرقات عام 2006 خاض مقاتل حزب الله قتالاً ضارياً ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب كانت هدفاً بالنسبة لهذه القوات لم تترك طريقاً وطريقة إلا وسلكتها حتى تصل إليها المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت تغير بشكل يومي على مدينة بنت جبيل نرصد بعدسة الكاميرا كل هذا الدمار الذي خلفته بالمباني السكنية بالمنشآت المدنية بالسيارات الدمار يحيط بنا من كل حدب وصوب وحقيقة حين وصلنا كانت الجرفات تعمل على فتح الطرقات التي امتلأت بالركام سألنا أيضاً المصعفين عما تحت هذا الركام قالوا إنهم انتشلوا عدداً من جثامين الشهداء الذين قضوا في هذه الغارات وأيضاً نشاهدوا بعدسة الكاميرا السيارات نزحون كثر عادوا اليوم المئات أتوا إلى هنا أرادوا أن يعودوا على الرغم من كل هذا الدمار وحين سألناهم ألا تخشون من المستقبل في ظل كل ما يحيط بكم أكدوا وقالوا لنا بطبيعة الحال بدموع وبفرحة مخضبة بالدموع بأنهم يريدون العودة إلى بنت جبيل هذه مصقة رأسهم ولا غنى لهم عنها نرصد حجم الدمار في هذا السوق الذي كان مقصداً ليس فقط لأهالي بنت جبيل بل لكل البلدات والمدن المحيطة بها سوق جزء من هوية بلدة من هوية مدينة كانت قد دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2006 وأعادت الكرة هذا العام وفي هذه الحرب من بنت جبيل جنوبية لبنان كارمنجو خدار الجزيرة